مساء الخير يا برج الميزان. آآ للقراءة العاطفية. ويارب تكون تنولي عني عجبكم ان شاء الله. انهش على الطاقة العامة. برج الميزان انت في طاقة الاختفاء. واعادة آآ النظر في امور ممكن. وممكن تكون مختفي عن الشريك. او الشريك اللي مختفي عنك. آآ ولكن يمكن ان يكون برضو خيبة امل. مسلا. بتيش خيبة امل. ممكن. آآ آآ الشريك كده طاقته آآ جامد عليك قوي. او جامد عليك. ومصدر لك وش مش لطيف. ويعني مسك على مشاعره. وقافل مشاعره عنك نهائي وانت فعلا بتجيز ما تكون زعلان او مش فاهم هو ايه اللي بيحصل. فعايزين شوف طيب ايه اللي بيحصل هنا بقى. آآ طيب. برج الميزان مبدئيا كده الشريك قاصد انه يعمل كده. قاصد انه يمسك عليك. لان طاقته حاليا الامبرور. والشخصية دي شخصية مش سهلة. وشخصية مش مش سهلة ومش لطيفة لا. يعني هي مش سهلة عموما. شخص بياخد قرارات حزمة وتواضي. يعني هو قرار قرار. قرار بالرحيل بقرار بالرحيل. قرار بالزواج بقرار بالزواج. من الاخر ممكن تكون بتتعامل مع حد من برج اسد حود وحمل. انا ماشيين دلاتي في الطاقات يعني اقول لكم. فشخص مش مش هزار. وما بياخد قرار بياخد قرار ما بيرجعش اصلا فيه. اا في المقابل انت في طاقة ازاي بتطاقة اا تعب نفسي وشاعر بيخيبات امل. دول الناس ماشية من المكان وهم مش شخطين. يعني بس هم مش عارفين يخشوا البيت ده من البرد. بص رجلين هم يعني بوزت وحالهم بالبلع زي ما بيقولوا. فانت شاعر باليوتم مشاعر اليوتم كده كأن حد مثلا شخص لقدر الله يعني ربنا بعد عن احد توفى عنه قبيع بالزبط كده انت كنت بتعتبر الشخص ده زي والدك بالزبط زي والدك وبتستشيره في كل امورك لانه شخصية فعلا شخصية يعني قوية ممكن تكون علاقة زواج ممكن تكون علاقة زواج والشخص ده اخد قرار بالانفصال كده بدون رقعة فانت شاعر بان ما بنيته في سنوات وسنوات انهدم وخبت امل علي قوي 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 وشاعر باليوتم شاعر باليوتم تم مبدئيا كده انا عزي اعرف هو عليه خطت ده القرار ده ممكن يكون هذا القرار ده يعني من وحي خياله على فكرة مستقب عليك قوي زي نكون قصد مثلا مستقب عليك اه بفصال شخص ده لو كانت علاقة عاطفية فهو حابب انه ينفصل عنك لانه حابب يبقى سنجل من الاخر واخد قرار بجد مش هزار فعلا قرار بجد وشاعر بان ده الحكم الصح وده كان اللي مفروض يحصل وشايف ان ده اللي كان المفروض يحصل من الاخر وهو عايز يبقى سنجل انما لو هو متزوج يعني انتم متزوجين في علاقة زوجية فممكن يكون عينه على حد تاني من الاخر كده وعايز يروح يتزوجه بقى وشاعر ان شخص التاني ده هو اللي حلو يعني عشان كده قافل على الموضوع خالص عايز يفعل على الموضوع خالص واخد قرار سريحي يعني لكن هو نجمد مشاعره اوي عليك اوي 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 لو برج الحمل فده الطبيعي يعني من برج الحمل وانت انت شاعر بان في شيء هدم في شيء هدم تتعبان جدا يعني ممكن تكون من كتر الزعل بتبقي مرة واحدة جدا تلاقي نفسك عياط بدون اي هدف يعني مش هدف يعني مزدوي لأ لما بتفتكر بس على المرة واحدة فب هو شايفك ازاي في الوضع الحالي شايفك ان انت تعبان بص بقى يعني بص الراجل ده جبروت انت ممكن تكون عملت حركة اذا عليته منه اذا عليته يعني اذا عليته منك ممكن تكون او عملت حركة قافش عليك ممكن ممكن مش ممكن لقى ليه ممكن اا شايفك ان انت تعبان جدا 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 ممكن تكون يعني نحسسهم بان هو لو علاقة زوجية وانتو بتشوفه بعضه في البيت فانت ما بتنامشي معه في نفس الاوضع وتعبان وزي ما تكون مش بتترجع بتقوله طيب يعني نعيد تاني نعيد حاجة قالك لأ انا واخد قراري انا هزا مشي لو سباحت سيب نمشي بص انت شايفه ايه انت شايفه زي الصن زي الصن دي دي بقى لانا هتأكد منه دي اللي انا هتأكد منه هل هو مع طرف تاني ولا لا طبعا لو متبطين ممكن يكون عايز يخلع من هذي الالاقة ضرور الحاجة داتي بقول يخلع داتي يخلع انت شايفه ان هو قرر الرحيل مرة واحدة هو بالزبط كده ده اللي حصل مرة واحدة عمل لك لوش ده بدون ادنى سبب بدون ادنى سبب انت ممكن تكون ما عملتوش حاجة عشان كده انت تعبان قوي انت بتقول له ايه اللي حصل وقرر يمشي بدون بدون ابداء اسباب لوحده كده ممكن يكون عمل لك بلوك ان على وقا اه ممكن يكون بالزبط وباصص الحاجة تاني انت شايف ان هو باصص الحاجة تانية ومتكبر عليك ممكن يكون ما فرودش عليك لما تليجي تكلمه عشان كده اوه شايفك ان انت تعبان انت ممكن تكون مع عبدالله مسجاد تقوله ليے عملت معي كده ليه وتتكمل معي كده ليه اخي فger حافك انت تعبان من غيره ولكن هو مستمر في تحركاته. فبقى ايه الخطوة اللي ياخدها? الخطوة دي انا مش حباها خالص. اه. الخطوة اللي ياخدها الشخص ده. لو زوك هيطلق. هيكسر قلب. لان هنا كرت المأزونة. وانت هتوافق على تطلق ده. لو زوبت وفجأة كده قالك انا عايزة اطلق. طب ليه عم? طب ولادنا? الولاد. الولاد. حرام عليك اهم. طفل. فيه بينك واطفال. انت يا عايزة تطلق ليه? انت عايزة تطلق ليه? ليه عايزة تطلق. اه. ده مستقوي قوي. ده جبروت. ده عايز ياخد قرار للانفصال في اسرع وقت. في اسرع وقت. وممكن يكون بس ده كوين الفانوس وكوين الفاندريلز. الشخص ده انت ممكن تكوني عارفة واحد بس انا هقول لكم على سيناريو ظهار لي فجأة كده. ان شخص ده متزوج. مش بيتي. ات اوكي? تمان. وقرر مرة واحدة انه ينفصل عليك. ليه? عشان هو شاف ان اللي حصل بدكو ده ظلم لعيلته. وقال لك انا اسف جدا انا مش هينفع كامل معاك. قلت له حرام عليك. طب اللي بنكو. تقلك. لا. انا عايز اكشي. او سمحت. عشان كده هنا في علاقة سيناسية. في زوجة اهي. في زوجة. في زوجة. في زوجة في النص. هو شايف ان هي ظلمها. شايف ان هي ظلمها. الزوجة دي ممكن تكون برج ترابي او ناري. وممكن تكوني زوجة تلكة. وممكن تكوني طرف عادي ارتباط. فقال لك مرة واحدة كده انا مشي. انت شايفا ان هو عمل الحركة دي عشان عياله. عشان هو عنده طفل عنده بيبي. وقرر ينسح من هزي العلاقة لانه فكر كتير قوي وحاس ان هو متكتف. مش عارف يبقى معاكي ولا معاك. انا بقول لك ده متجاوز. راجل متجاوز. ممكن تكوني اكتشفتي اللي متجاوز. عشان كده. عشان كده انت ماشي. متعبانة جدا. القرار اللي انت هتخديه ازا اا ام. وده قرار حكيمة بس ممكن يكون مأزونا. بس تكونوا متجاوزين كزباد في السر. بس انا هخليها برضو على علاقة عاطفية بها تبقى انتصاب برضو. ام. بالزبط. بالزبط. انت هتكرري ان انت تقفلي الشابطر. بكل بساطة. الشخص ده مش قابل منك اي عروب. خالص. بتقدمينه عرض? لا. وحتى هو لو قدملك اي عرض مش هتوفت. اصلا. وقررت ان انت تجملي مشاعرك وتقفلي العلاقة دي خالص. انت او انت قررت ترحل. لو هي زوجة. لو هي زوجة. فهي اه خايفة من جوزها. اهو. بتفكر في جوزها. فكرت في جوزها. راجعت نفسها. وقالت ان انا اللي بعمله ده حرام وعيد. حرام. ان انا اكون مكالم رجل من جوزها. انها فيه في علاقة زوج في الموضوع. بس لو مش علاقة زوج غالص والطباط. فالشخص ده عنده طرف تالت. وحسس ان الطرف التالي ده تظلم مع. وكرر ليهن معك انت. وانت حاسة بانك قدمت له عروب كتير قوي ومش راضي. وبصص لحاجة بتعميله. فهتقفلي الشابتر ده خالص من حياتك. شايف العلاقة دي بينكم ازاي? شايفها العشر صيوف. على فكرة الشخص ده. هقول لكم. الشخص ده على فكرة من بره بيظهر ان هو مية مية ولكن من داخله يظهر العكس. ايوه. بصد. الشخص ده تعب من حوار العلاقة السلسادي خالص. وقال لك ايه بقى? لا يمين ولا شمال. انا تعبت. انا مرة هنا ومرة هنا. انا تعبت. تعب خلاص تعب. تعب من زوجة فيها اولاد ومع واحدة تانية. او تعب من واحدة شاب بعادي مع اتنين. فتاة. وحاسس ان العلاقة دي كان فيها مش ضعنات. كان فيها الام. مش عارف يوازن لسه هو تعبز. واحد ده مع القرص تعب خلاص. جاب اخره. وجاب اخره. وعايز استريح. ويرحل بقى. يرحل. فقرر الرحيل. انتي شايفة ان العلاقة دي كانت يعني كانت علاقة كلها استكرر عشان كده انكز علانة قوي. وهو قلب عليكي. قلب عليكي مرة واحدة او قلبت عليك مرة واحدة. يعني مرة واحدة كده قلب عليك. ويقول لك انا انا عايزة مشي. يا بنتي انت مش قلتي انك انك مسلا مش حب الوضع. لا لا لا. انا عايزة مشي. فائت كده مرة واحدة او فائت مرة واحدة. اه. بالزبط. ايوة ايوة. انت ده كنت ايوة. تشعر ان العلاقة دي كان فيها حاجة حلوة اوي. كان فيها كل حاجة. حرفيا. لو زوج بقى صح زي ما انا قلت كده زوج يبا كان موفر لك كل حاجة. الزوج ده كان موفر لك كل حاجة. وكان عاملك استكرار وكل حاجة كانت عندك. كل حاجة كانت فيه. انت كنت بتحبيه اوي. اوي. مش حب طبيعي يعني. كنت بتبدليه شعور رائع يعني. وهو كمان كان شاهد معك بالاستقرار. لكن احيانا الانسان ضميره بيصحى. هو ضميره صحي. بالزبط. ضميره صحي. فجأة. وحس ان هو ظلم حد معاه. ومتجئ ليه? ايه علاقة سلسية? فيه طرف ثالث في العلاقة. لو انت ما تعرفش. ولو ممكن يطلع متزوج. وانت مش كنتش من جوزها الحاجة. انت كان علاقة مع حب. متزوج وعند طفل. وكان مخنوق جدا من. ممكن يكون كان بيكلمك عالطفل ده كتير. يقولك انا خايف ازليمه انا وانا. طب النصيحة ايه بقى يا برج المزاني? النصيحة بتقول لك ايه? النصيحة بتقول لك ارجوك انظر الى الامام وارحل من هزي العلاقة. بص. الكارت ده مش شبه الكارت ده بس فيه حاجات مشتركة اولا كي. العلاقة دي كان فيها استكرار. صح? مش هكدب عليك. وكنتش عارف فيها بقى انك الكنك. صحة برضو مش هكدب عليك. ولكن احيانا كثيرة لازم نرحل من العلاقة. من العلاقة دي. لازم. في شيء ناقص في العلاقة دي. ايه هو? الامان مسلا. لان ما يكون شخص متزوج. وعنده عيلة. عمره ما يبقى فيه امان. انا انا دماغي بداه. في البيبي. باجي في عيالي. باجي في الزوج. ممكن تكون مراته عرفت على فكرة. انا هزا اقول لك المفاجئة مراته ممكن تكون عرفت. وقالت له طلقني. وحس ان هو هيطلقه في عيال لا. لا خلاص بقى تعيدل. همشو عيدل. هي حاجة حلوة ان الزوج يرجع لزوجته. ولكن في قلبي بينكسر هنا. في ناس شعر ان هي بتموت. بتموت من القلم. وانت بينتي له بيما فيك كفانك تعبانا. فانا صحة بتقول لك امشي. حتى لو زعلانا. بصي قدام. حتى لو زعلانا. بمتدايق من اللي حصل بصي قدام. امشي. مش دي العلاقة اللي انت هترضيق. العلاقة دي مش فيها كل حاجة. طب حل في اه شيء جديد ممكن ينجل البرج الميزان بعد العلاقة دي. دي حاجة عامة طبعا يا ممكن تتحاول وكلا. مش بحدي يجيو اللي بعدش جالي. انت هتشيل الالام الماضي هوا برج الميزان. اه خلاص هي فتحت كده. اه انت ما في عرض جاي لك ولكن العرض متوقف. في حد مقدم لك عرض. شوف بقى دور حواليك. عشان كده كابت يقول لك بص. بص قدام. بص قدام عشان في حد مقدم لك عرض بس قريبا كده. اه ممكن يكون كان عارف انك في علاقة. واخايف. فحاول دي له اي لام حاجة ده. برج الميزان باينة جدا يعني. هذه العلاقة علاقة ما فيش استقرار من ناحية الامام. ولكن انت كنت شايف انت كنت شايف كده. يا ما بنشوف حاجات بتطلع غلط. عادي. ولكن ولكن اعلن جيدا ان هذا الطرف. لو بعد عنك. اسمع بقى. بعد عنك. بعدت عنك. تمام? رجل وست. مرة واحدة لان انت شاعر بالغموط. الشخص ده قفل عليك مية ونور من غير ما يقول لك حاجة. اهو. الشخص ده متزوج. عنده علاقة ثالثة. في منها اطفال. اهو. وقرر يستعيد العلاقة القديمة دي تاني. ممكن يكونك بمطلق. ورجع. لو انت ما تعرفش يعني. ممكن تكون انت على علم بذلك. وسابك بقى في الحيرة دي. وعارف على فكرة ان انت كنت تحبه قوي. وسابك. لكن الطرف ده شخص ما عندهوش استقرار. شكرا يا برج الميزان.